موسيقى اهلا بكم طلب الطالباء في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الماث نهاردة ان شاء الله هادسون جديد بيتكلم عن حاجة اسمها الاريا في الحلقة اللي فاتت وفي الدرس اللي فات خدنا البرامتر ولو انت ما شفتش الحلقة هتظهر دايرة على شاشة من فوق فيها اي نقدر خلالها نشوف الحلقة اوكي طيب يعني ايه قال يعني ايه الكلام دا مستر قال لي ان لو انت عندك شيب اهوت في عندنا هنا موسيقى لما نجي نعملها كاونت وان ستري فور فايف سيكس يبقى انا كده جبت الاريا بتاعت الشيب دا يبقى تمام تاني تاني لو انا عاوز الاريا تاعت الشيب تاعت اني شيب والشيب دا معمول من سمولس سكويرز فبنعملهم كاونت لما عملهم كاونت هنه طلعه لسيكس يبقى الاريا بتاعتي ايكوال سكوير يونت. طيب. انا بقى ما عنديش يا مستر ما عنديش الشيب معمول في طب هنعمل ايه? قال لي عندنا فيه عاوزين نعرف اليوم الاريا بنجوه ازاي. اللي هو الاسكوير. هنخذنا البرامتر بتاعت الاسكوير. طيب. الاريا بقى قال لي الاريا ايقوال سايد لانس تايمز سايد لانس. يبقى الاريا ايقوال سايد لانس تايمز سايد لانس. وحنا اتفقنا ان كلمة سايد لانس بدلا ما نكتبها هنعمل لها اس. اوكي? يبقى بتاعتي ايقوال اس باي اس. اس باي اس. اس تايمز اس. اوكي? يبقى نخلي بالنا البرامتر هي اس تايمز الفور. اما الاريا هي اس تايمز اس. اوكي? طب تعال كده نشوف اcus ABOUT. يلا بينا? بيقول لي. اوه هنا عاوز يعرف الاريا بتاعة الاريا. يبقى الاريا. لازم طبعا زي ما اتفقنا نكتب الرول. اس تايمز اس. يبقى ابقى disagree. قبل completely five. اقومز ايه ده? بصل بقى جنبي عملنا سنتيميتر وفيها توكي Cده تمام? اللي عشان دي بتاع كأنك عملت كاونت للسمولست سكويرز تمام فبنقول سانتيمتر سكوير او سكوير سانتيمتر اوكي طعا تعال نشوف انازر اكزامبل هو هنا عاوزي الاريا مستر ها مين هيقول ما هي اليمنى يلا الاريا ايقول سايد تايم اسايد يبقى ايقول سافن تايم اس سافن يبقى الاريا ايقول فورتي ناين سكوير سانتيمتر اوكي دعنا نشوف الاكزامبل ذا كلا مستر طبعا في حد يقول لي ايه مستر البرامتر آه يبقى نعمل يبقى نعمل ناين تايمز الفور اقوله استب هو ناين ده هو على كده نعم ريدينج تاني اه ده مش يا مستر ده ده الاريا بتاعت السكوير ناين طب انت فاكر كانت الاريا ايه اه سايد باي سايد يبقى هو هنا جايب لك الريزلت بتاعت السايد باي سايد يعني مين النمبر اللي انا عملت له يبقى ناين هتقول لي سري باي سري يبقى السايد ايكول سري تاني تاني خلي بنا من حت لي كويس قوي هنا الاريا بناين فانت بتدور على النمبر اللي اتعمل له يطلع لك الناين ايه النمبر اللي انا عملت له يبقى ايكولز ناين هتقول لي سري يبقى ده السايد يبقى البرامتر بتاعتك اس تايمز الفور يبقى هنعمل سري تايمز الفور يبقى ايكولز تولف سنتيميتر تمام يبقى نخلي بنا كل المرة اللي فاتت لما بتاعي يكون البرامتر كنا بنعمله ديفايد الفور المرة دي لا انا مش بعمل ديفايد انا بشوف ايه النمبر اللي انا عملت له تايمز اتسلف يبقى ايكولز ناين اوكي طب ممكن تبقى ايكولز سكستين هتبقى فور تايمز الفور طب سيرتي سيكس يبقى سيكس باي سيكس طب تونتي فايف يبقى فايف باي فايف اوكي طيب تعالا بقى نشوف الساكند شيب الساكند شيب اللي هو الريكتانجل طيب احنا خدنا الريكتانجل خدنا في البرامتر قلنا بنقول لانث بلاس ويت بتوين تو براكت طايميز تو طب الاريا بقى الاريا ايكول لانث باي ويتس على طول هنعمل لانث باي ويتس تمام واتفقنا لللانث وويتس هنقول عليهم ال ودابليو يبقى الاريا ايكول ال طايميز دابليو اوكي طيب تعالا نشوف اكزامبل نمبر وان كل افزا داي منشنز اف ريكتانجل او 7 سنتيمتر 3 سنتيمتر فايند اتس اريا وان اوزينا رف الاريا بتاعت ريكتانجل او الاريا ايكول لانث طايميز ويتس يعني هنعمل 7 باي 3 او ايكول 21 سقوير سنتيمتر بردك سقوير او طبعا اي هنعمل باردك سقوير سنتيمتر اوكي طيب تعالا نشوف اناز ال اكزامبل اوكي طايميز دابليو بقى نشوف الرول المهمة دي في الحلقة اللي فاتت لما كان مدين البرامتر وكان مدين اللينز وكنت انا عاوز اجيب الويتس كنا بنعمل half parameter minus اللينز. والعكس لو هو مدين الويتس وعاوز اللينز ببقى بنعمل half parameter minus الويتس. طيب. المرة دي بقى انا هيكون مدىك الاريا. هاكون مدىك مين? الاريا. وحاوز اعرف اللينز او الويتس. طيب. عشان عارف اللينز هنعمل الاريا دفايدد الويتس. طيب عشان اعرف الويتس هيبقى هقول الاريا divided length. تاني تاني. ايب انا اقول length equal area divided width. طبع width تبع area divided length. انا اشوف كده example ما بعد. if the area of rectangle is 24 square centimeter and its length 4 centimeter. find its width. هنا الـ given الـ area. والـ given length. وهو عاوز الـ width. يبقى الـ width equal area divided length. يبقى area 24 divided 4. يبقى equal 6 centimeter. لا لسه مش فهمة. تعال نشوف another example. if the area of rectangle is 40 square centimeter and width 10 centimeter. find its length. هنا الـ given area. والـ given width. وهو عاوز الـ length. يبقى length equal. هنقول area divided width. يعني 40 divided 10. يبقى equal 4 centimeter. اوكي. تمام. تعال لبقى الـ example very 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 important. بيولي هنا the opposite figure represents a rectangle whose dimensions are 6 centimeter and 5 سنتيمتر. يعني انا هنا عندي rectangle. it dimensions بتاعه. يعني length width 6 و 5. with a square of side length 4 سنتيمتر. inside it. وكمان عندنا square inside rectangle. length بتاعه. أو side length بتاعه. 4 سنتيمتر. find area of shadowed part. احنا عاوزين الـ area coloring black دي. shadowed part. عشان نجيب الـ area بتاعه. الـ shadowed part. انا محتاج جيب الـ area بتاعتمين الاول. الـ area بتاعت الـ rectangle. والـ area بتاعتمين. والـ area بتاعت الـ square. يبقى area of square equal side times side. يبقى equal 4 times 4. يبقى equal 16 سنتيمتر. فالكده اجيب الـ area of rectangle. يبقى length by width. يبقى 6 times 5. يبقى equal 30 سنتيمتر. طب عشان نجيب الـ area بتاعه. قالك انك بتعمل delete للـ square. بتكانسل السكوير. فعشان اكانسل السكوير. انا كده بعمل minus between the two area. يبقى area of shadowed part. هنعمل 30 minus 16. تبقى equal 14 سكوير سنتيمتر. يبقى عشان نجيب الـ area of shadowed part. هنعمل الـ area بتاعت الـ square. والـ area بتاعت rectangle. نعمل الـ minus. يبقى انا اول اسطيب عندي انا جبت the two area. بتاعت the two shapes اللي عندي. سواء the two shapes rectangle square. او two rectangle. او two squares. بعد كده انا عاوز shadowed part. بنعمل minus the two area. كياني بقى جيب الـ difference بالزبط. اوكي? وبكده تكون خلصت حلقاتنا النهارده. اشوفكم في حلقة جديدة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.